ساحة الاستقلال الكبرى في كييف والتي تسمى بالميدان غصت بحشود امتدت على طول الطريق الرئيسية للمدينة مشهد كبير يعبر فيه الاوكرانيون عن سخطهم على حكومتهم لا يريدون ان يفهموا يتصرفون بطريقة صبيانية وغبية وهذا ما يجعل الناس يتدفقون الى هنا ويصمدون نريد ان نعيش في اوروبا لان ذلك جيد لكل الاوكرانيين لا نستطيع ان نؤمن بروسيا بعد اليوم للاسبوع الثالث على التوالي تتجمع هذه الحشود الضخمة هنا في الميدان دعية الى الثورة يقولون بانهم يريدون ان تتقدم اوكرانيا باتجاه اوروبا لا ان ترجع باتجاه روسيا الاحتجاجات بدأت بعد ان انسحبت الحكومة من اتفاقية كانت تعد بمثابة خطوة للانضمام للاتحاد الاوروبي الاوروبيون اعلنوا عن تجميد المفاوضات وقالوا ضروحات الحكومة الاوكرانية غير واقعية قادة المعارضة من امثال بطل الملاكمة العالمي فيتالي كلشكو حذروا من ان الرئيس الاوكراني يانوكوفيتش على وشك عقد اتفاقية للانضمام للاتحاد الجمهوريكي الروسي الرئيس يريد ان يوقع اتفاقية الاتحاد الجمهوريكي الروسي والناس لا يوافقون على ذلك سبعون بالمئة من الاوكرانيين يريدون الانضمام للاتحاد الاوروبي ولهذا انقام يانوكوفيتش بعكس ذلك فانه سيزيد من حدة التوتر غير بعيد عن الميدان تقدم وجبات ساخنة للمتظاهرين المؤيدين للحكومة هناك الملايين في اوكرانيا وخاصة في شرق البلاد ممن يرون ان قطع العلاقات مع روسيا سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد والوظائف اوروبا هي اوروبا لكن روسيا هي وطننا لقد عشنا معا اخواننا واخواتنا يعيشون هناك لذا يجب ان نكون كعائلة مؤيد الرئيس هؤلاء باتوا يجدون صعوبة اكبر في صال صوتهم فاصوات المعارضة غدت اقوى واشد حماسا مع استمرار الازمة السياسية في البلاد اشتركوا في القناة